خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا كان مجلس أبو ظابي الرياضي مع الشركة المتحدة اتفقوا بشكل رسمي على إقامة النسخة التانية في إمارة أبو ظابي ولكن كان الجديد بالنسبة لهذا الموضوع إمتى تقام البطولة وأنا شغال هنا على الهوى جات للتفاصيل اللي قدامكم على الشاشة دي تفاصيل دي دلوقتي أصبحت خلاص رسمية كأس السوبر المصري للأندال أبطال في أبو ظابي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الفرق المشاركة هتحضر إلى أبو ظابي من 1 أكتوبر عشان تلعب مباراتين نصف النهائي 4 أكتوبر والنهائي 7 أكتوبر قبل ما أخش بقى في كواليس الفرق المشاركة والليحة والتفاصيل هفكركم كده قبل الإعلان الرسمي ده إحنا قلنا هنا إيه بشأن هذه البطولة في توقيت محدش كان واخد باله خالص إن إحنا في شهر 7 هل هيكون فيه تفاصيل متعلقة بالبطولة دي قبل إقامتها بحوالي 3 شهور هنا كان عندنا المعلومة وكان عندنا الساب والإنفراد وقلت وقت ما جت للمعلومة بالزبط طبعا مش هكشف عن المصدر لأن المعلومة اللي بتجينا هنا بتبقى معلومة مؤكدة وموثقة وجت لتفاصيل التفاصيل بس في وقتها وأنا في الفصل على طول رجعت وقلت لكم كل التفاصيل تعالوا نسمح نقولنا إيه وهرجع عشان هتكلم بالتأكيد على الفرق المشاركة ومين أبرز الأندية اللي هتكون موجودة في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر في إمارة أبو زبي طيب في إطار الأخبار الحصرية والإنفرادات اللي بنا نفرد بها هنا في برنامج الترند وإمكان كنت بتابع معاكم بكلمكم على السوبر الإفريقي ما بين الأهل والزمالك في المملكة العربية السعودية سوبر آخر ولكن سوبر مصري بيذن الله إن شاء الله يمكن خلال ساعات سيتم الإعلان والتحديد بشكل رسمي عن إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر ده كلام يمكن في الاجتماعات وفي الغرف المعلاقة تم الاتفاع عليه بشكل رسمي ما بين الجانب المصري مع الجانب الإماراتي ويمكن ده خبر بنعلنه من خلال شاشة توقنات الأهل عبر برنامج الترند إن خلال الساعات وفي خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن إقامة مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر الناس كلها بتسأل يعني عن العب السوبر مع الزمالك يوم 27 تسعة صحيح في الرياض والأهل هيطير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباريات السوبر المصري طبعا بنسبة كبيرة إن شاء الله الأهل هيكون طرف أصيل في هذه البطولة نبنتكلم على السوبر المصري في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي البطولة اللي تم تسميتها في المسمى الجديد سوبر المصري للأندال أبطال بمشاركة 4 فرق بطل كأس الربطة بطل كأس مصر وبطل ووصيف الدوري العام فبنسبة كبيرة إن شاء الله النادي الأهل هيكون ممثل في هذه البطولة وهذه البطولة ستنطلق بعد مباريات كأس السوبر الإفريقي اللي هيتلاقف في المملكة العربية السعودية يوم 27 تسعة ده خبر خاص وانفراد لحضراتكم هنا من برنامج التريند لسه واصل لحالا وتم التأكيد من خلال هذه الموعيد إن السوبر هيتلاقف في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر وبإذن الله تكون مشاركة جيدة فرصة لبطلتين كبار جداً سوبر إفريقي وسوبر مصري في فترة قصيرة جداً ما بين مملكة العربية السعودية في الرياض وفي الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في إمارة أبو زبر وبالفعل كما أكدنا لحضراتكم ووعدناكم إن خلال ساعات أو خلال أيام قليلة جداً هيتم الإعلام بشكل رسم وبالفعل بعد 48 ساعة بالزبط دي حلقة يوم الحد اللي فات يوم 14.07 مبارح يوم الثلاثاء في حوالي الساعة الثامنة مساءً تم الإعلام بشكل رسمي عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة وإحنا دايماً بنوعدكم إن الفترة الجاية كل الجديد وكل الحصريات والأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في كل التفاصيل محلياً وإفريقياً ودولياً هتكون عبر برنامج الترند في شاشة قناة الأهلي طيب الفرق المشاركة شفنا بالتأكيد الإعلان الرسمي قاله بطل الدوري بطل كأس مصر بطل كأس الربطة وفيه كارت زهبي لاختيار الفريق الرابع اللي هيشارك فيه البطولة طيب بطل الدوري هو المنافسة حالية ما بين الأهلي وبيرامدس ما فيش فريق تاني داخل في المنافسة الحالية بطل كأس الربطة احنا عارفين نهائي فاينال كأس الربطة هيكون ما بين طلاع الجيش وسيراميكا كليوباترة فأحدهما اللي هيفوز باللقاء هيتأهل المشاركة في هذه البطولة اللي هتتلعب نصف نهائي يوم 14 والنهائي يوم 17 كأس مصر هل هناك اتجاه بالفعل لإقامة نهائي كأس مصر أو المرحلة النهائية من كأس مصر في الفترة من 19 حتى 29 ده هنشوفه في الفترة اللي جاية وإن كان الأمر ده هيكون فيه أزمة كبيرة جدا تتعلق بتفاصيل كتيرة أنا شرحتها مبارح والكارت الزهبي ده اللي هيبقى الاختيار على أساسه هل ممكن يكون وصيف الدوري هل ممكن يكون فريق ليه شعبية كبيرة لفز بالدوري ولا كان وصيف الدوري ولا فز بالكأس لو الكأس خلص ولا كان بطل كأس الربطة ده اللي هنشوف في الفترة اللي جاية ولكن الرؤية تتاجه لتواجد أربع عندية من خلال هذه المعايير بنسبة كبيرة الأهلي بيراميدز الزمالك إذا لم يفوز بأي شيء من البطولات دي ممكن يكون هو ده الكارت الزهبي والفريق الرابع هيكون يا إما سيراميكا كليوباترا أو طلاقع الجيش عموما خلاص المعاد تم تحديده المباريات هتتلاقي فيه أبو ظبي والفترة اللي جاية هننتظر بقى نشوف الموقف الرسمي للبطولات كلها هتبقى ماشية بأي شكل البطولة هتخلص يوم سبعة والناس من المباريات عمالت بعض تقولي كلامك صح الفاينال سبعة بس سبعة ده أجندة دولية من حصن حظ منتخبنا الوطن في التوقيت ده إن الأجندة الدولية هتبدأ سبعة ولكن أول مباراة في الأجندة دي هتبقى في القاهرة مع منتخب موريتانيا يقدر منتخبنا يحدد المباراة يوم عشرة أو يوم 11 أكتوبر مش هيكون عنده أي أزمة فكرة إنه يعمل معسكر بدري قبل سبعة أكتوبر هيعمل معسكر بنا على إيه لا في دوري ولا في كاس فهتبقى فرصة كويسة يستفيد بالسوبر الإفريق ويشوف أفضل لعيبة ويستفيد بالسوبر المصر وفي أربع عندها تلعب مجموعة من المباراة وبعدها ياخد اللعيبة ويلعب معسكر في شهر عشرة ده المعسكر المنتخب يلعب فيه مباراة رسمية المؤهلة لكاس الأمم في المغرب وبالتالي يقدر يلعب مطش موريتانيا يوم عشرة والأجندة تخلص يوم 15 وقتها موريتانيا هتلاعب مصر إما 14 أو 15 وبالتالي مفيش أي أزمة إطلاقا في هذا الموضوع وأكيد الموعيد هيتم إعلانها في التصفيات الإفريقية خلال الفترة اللي جاي